سؤال الأول سؤال من سيدة طالبة علم اشتغل بالدعوة تقول أنا عني موقف من الفتاوى المتشددة للشيوخ مثل ونقط وفي جاعة الكوريا من ذكرت من الشيوخ ولا أحب أن أسمع لهم أبدا ولا أحب كلامهم ولا فتاواه خصوصا عن المرأة والنقام وأمثال هذا التنطع فهل يضعني هذا في حرج شرعي أقول لها يا أمة الله وأنت المنتسبة إلى العلم أرجو أن تراجعي نفسك فيما ذكرت من موقف سلبي تجاه من ذكرتي من الشيوخ فمبلغ علمنا عنهم أنهم أصحاب سنة وأنهم أئمة هدى وقد ملأوا أطباق الأرض نورا وعلما واستفاد منهم منهم خلق كثير ولعل من مات منهم قد حط رحاله الآن في الجنة نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ولا نتألى على ربنا عز وجل لعل هذا ليس تألين على الله سبحانه وليس جزما في مصير أحد ذكر نفسك يا أمة الله دائما بهذا الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم التعريض بستر الوجه أو بالنقاب أغضر مما يحتاج إلى مراجعة لقد تراوحت أقوال أهل العلم في ستر الوجه ما بين كونه فريضة أو فضيلة يعني هو في الجملة في إطار المشروعية وفي إطار الطلب الشرعي لكن ما دريت هذا الطلب هل يرقى إلى الوجوب أم يبقى في دعوية الاستحباب وقد أبعد النجعة وخالف الصواب من قال إنه مجرد عادة من العادات بعضهم قال دعادة تركيا سبحان الله في زمن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المحرم يعني إذا النقاب كان مورود في زمن النبوة في النساء الصحابة في زمن النبوة فنوهوا عن النقاب حالة الإحرام معناها أنه كان موجود ولا لا وإلا ولا تنتقب يبقى حديث عن ظاهير غير موجودة وإن كنا لا نلزم به كل أحد فلا نقبل من يرفضه من كل أحد نحن نقول هذا أحد الخيارين أحد الإجتهادين في مسألة شرعية من ظهر لها وجوبه والتزمت به لا تثريب عليها بل أخذت بالعزيمة والاحتياط ومن ترخصت فلا تثريب عليها لها سلف فيما ذهبت إليه وكما قلنا وأكدنا ونؤكد مرارا أن قضايا الإجتهاد لا ينكر فيها على المخالف كل يؤخذ من قوله ويترك ثم يبقى في النهاية أنهم بشر من من خلق من ذكرت من أهل علم أو من غيرهم من قبلهم أو من بعدهم هم بشر ممن خلق وأن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسب إلى بعضهم شيء من الزلل في الاجتهاد وقد ينسب إلى بعضهم شيء من الشذوذ في الفتوى لكن موقف العقلاء والنبلاء والبصراء والحكماء أن هذا مما يطوى ولا يروى مما يمات فلا يذاع ولا يشاع نحفظ الأهل العلم أقدارهم لا نهدم رموزنا بأيدينا لا نخرب بيوتنا بأيدينا لا نضع أنفسنا في خندق العلمانيين والذين في قلوبهم مرض من الذين يجتهدون في هدم حصون الإسلام وزلزلة أركانه وقلقلت الإيمان في قلوب البسطاء من العامة وأشباه العامة بالتهيج وشن الغارة على أهل العلم وعلى حملة الشريعة وصد الناس عنهم وتنفير الناس منهم كل الأعمال الفنية في الفترة الاشتراكية كي تتمحور حول نزع القداسة تحقير رجل الدين تحقير مدرس اللغة العربية تحقير المأزون تحقير أي حاجة تنتسب إلى اللغة العربية أو الدين وفي الوقت نفسه تمجيد الرزيلة فتايد أفلام سلسلات مسرحيات أعمال فنية كاملة بطلها ممس ومن أول القصة إلى نهاتها ويمل قلبك تعاطفا ورحمة وشفقة على هذه السيدة التي حضت بها ظروف وإلا فيها ينابيع من الخيرة كاملة في الداخل فطول الطريق وأنت تتعاطف مع رموز الرزيلة وتحقر وتحط من قدر أهل الدين وحملة الشريعة لو قيل لأحد أعداء الإسلام الظاهرين المحاربين حاربوا الإسلام لن يبلغوا في النكاية به ما يبلغه هؤلاء من زلزلة وقلقلة الثوابت والرسول وتسميم الأبار وتسميم لجواء كلها على هذا النحو كل الناس يخذ من قوله ويترك ولأهل العلم منهج في التعامل مع الزلات ربما دي عنوان مستقلة كده الموقف من زلات العلماء نعملية الزلة ما خالفت الحق ما خلعت عن منهج الرشد ما عرف أنها من قبيل الزلل البحث والخطأ المحط نعملية قد تنسب لبعض أهل العلم زلة أو فتوى شافذة أو قول ضعيف جدا منكر الموقف الرشيد مما ينسب لأهل العلم يعني من زلات أن هذه الزلات لا نتابعهم عليها لا ندخلها في نسيج الشريعة لا ندخلها في التراث الفقهي هذا اجتهاد من اجتهادات ورأي من الآراء يجوز تقليده ومتابعة أصحاب الله وبهذا نحفظ للشريعة حرمتها فلا ندخل فيها ما ليس منها وفي الوقت نفسه لا نهدم القائلين بها رأسا على عقب لزلة من الزلات أو عثرة من العثارات فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه إبوا المنهج الراشد أن نحافظ على الشريعة فلا ندخل فيها ما ليس منها نحافظ على أهل العلم وحملة الشريعة دون يحملوا الشريعة على على يعناقهم نحافظ على حملة الشريعة يحملونها على عواتقهم فلا نهدمهم بسبب مسألة أو سقطة يعني أو زلة بل نقول الماء إذا بلى قلتين لم يحمل الخبس الشخص الكثير الفضل الكثير الخير يغطف له القليل من الزلل والقليل من الشزول الذي إذا وضع في بحر زاخر من فضائله الفياضة فإنها تنغمر وتزوب وتنمحي وتنتهي وهذا المنهج المتوازن والرشيد في التعامل مع زلات أهل العلم بارك الله فيك يا أمد الله